الكل عشاق الرياضة برنامجكم اليوم جديد سبور ميكس على راديو ميسك رجعنا من جديد في سبور ميكس في الجزء الثاني من الحصة متاعنا اليوم نحكي وايضا على فوز النادي رياضي سفيقسي على اتحاد بنجردين طارق السياسيس بالحد الان المطلوب قاعد يفوز واحد بلايش لكنه وايضا بو قاعدها مش قاعدة جبار شبوتويت لانه قاعد يفوز زيفا الحاجة الباهية في السياسيس هي حسب ريانا انه ما هيش قاعدة تقبل في الاهداف في الماتشويت الاخرانية كل صحيح قاعدة تفوز بصعوبة لكن تشوف السياسيس قاعدة تخلق في الإيزوكازيون قاعدة الكيبرا ولي تخلق في الإيزوكازيون ولي تجيب لك في كل ماتش اقل شي ستة سبعة فورس واضحين ما تخافش علىها لكن شوفوا المدرب نفس الشي قاعد يكتشف في اللاعبين وفي كل مرة نشوفوه قاعد يغير وقاعد يبدأ يلقى في التشكيل وبدأ يعرف حتى في الكالي تيم بتاع اللاعبين دونك متصور اللي سياسيس رأي ومزلت على قناعاتي اللي سياسيس ماشي في الطريق صحيح وقاعدة بشوي بشوي تكاربيري اللي رأوا ما تبني إيكيب كان لما تبدأ منظمة دفاعيين واللي نشوفو فيه في الماتشويت اللي اللي لعبتها السياسيس الكل ما قبلتش أهداف صحيح قاعدة تمركي معناتها نسبة التهديف ضعيفة لكن هذي كلها تتخدموا هذي كلها معناتها عندهم الوقت باش يصالحوا والشمبيونات مزلت طويلة سياسيس ما تنساش عندها اللاعبين رأوا مزلوا أغلبيتهم معناتها جدد أغلبيتهم قاعدين ما يعرفوش بعضهم مزلوا معناتها قاعدين يكاربيروا نتصور أنا ماشي في الطريق صحيح والشمبيونات مزلت طويلة دونك حاجة بوزيتيف إنها ما قبلتش الحاجة النيغاتيف إنها فما برشة فرص ضائعة لازم المدرب يخدم عليها مزادة حتى اللاعبين ما تنسي زادة داو برشة يلوموا على كريستو 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 عنده عام واش ملحبش دونك رأوا باش يلقى الفون وباش يلقى النجاعة الهجومية وباش يلقى حتى الفتيراء كم أقولوا يولي يعرفوين يمشي وين يجي وين يتبلاسة لازمتو شوية وقت دونك أنا ما نزموش يلزمنش يكونوا قاسيين برشة على كريستو شوي بشوية كاع أولايد باهي عنده البوتونسيال رأوا أنا نتصوروا رأوا كريستو متاع شهرين ثلاثة أخرين باش يحضر في الطب متاعه باش تولي تشوفوا كريستو معناتها في النفول العالي بدأت تجي نتائج في السياسيس وكي مفهمش أقناع كبير لكن مفهمش فوقات كبيرة لكن فما إلى حد الآن تأهل في كسفريقيا والفوض في المقابلة هذه صحيح أنا نشوفه أنه السياسيس قاعدت تخزر لبعيد شوية وهذا يفوق بكوت باسيونس من الإدارة هي لزمها تصبر على المدرب وتصبر على داعبين نقدر نقول لك 80% تعريف اكتيف بتاع الكلوبس فكسيار هو جديد أولا ثانيا اللي لاحظت وأنا في ثلاثة مباريات اللي ينقص السياسيس أم فينيسور إلي كريد الزوكازيون الفينيسور مفقودة ولأبروني في الشامبونان خانت وأصل معك هنا اختيارات متاع المدرب سانتوس بالتعويلا لحازم حاجح سن اللي كان بعيد عليه لفي كاسيتي اليوم شوفنا مثلا البارح كيتخل الحبوب اللي عائد من إصابة طويلة منه يرجع إن شاء الله أمين الله الحبوب بيكين هو حاسم وسجل هدف الفوز بعد عمل الكبير معناها من فيديب بعد جهة اليمية بيه هني قلت لك أنا نعبت دو ماتش في الشامبيونات الماتش اللي هو لاني زيرو زيرو بنعرش دوزا دو مع جيبس دوزا دو مع جيبس معناتها ديتروي ديرني ماتش دو في الشامبيونز ليج و الماتش متاع البارح قمت بينجردان أنا زيرو أنا اللي نشوف ياء انفون دو جو فما بصمات مدرب باينة في الملعب وين شوفت في الكوليكتيف تحس فم بلعب جماعي هي هي انفون دو جو تقول لك انفون دو معناتها يسان كانسيرين ريجواني في التراين يسان كانسيرين معناتها فما خدمة باينة معاني هذا اللي يخطك راهو ثمانين في المئة متعني فكتيف بتاع السياسيس منعبية جد دوك في شهر ونص ولا في شهرين مدرب يكون لك انفون معناتها ناس قاعدة تخدم على روح فما يلزن برشة صبر ما هو الهدف متاع السياسات يجبنا نعرف ما هو هذه المشكلة الهدف متاع السياسات ما تعايشش الملاعبية تحت الضغط باش ينجموا يتطوروا ويزيدوا يمشوا القدام وما تعايشش المدرب زادة تحت الضغط النتائج صحيح لكن مدام انت عملت ديرك ريتماش ضد وجبت مدرب جديد على اسفاقس دون هنا انا نقول دور الإدارة هو الصبر والصبر والصبر يجبك تصبر عليه لأنه الشيء الإيجابي موجود أنا أحد من الناس وعضو بله من كلمتانا هو هذا رأي أنا نشوف الشيء الإيجابي موجود في الملعب تلعب مليح سياسات تلعب مليح تلعب مليح يجبك تلعب من تجريد الوبيكتيف وين تحب توصل وتصبر على المستقبل تلعب السياسات شفنا عودة صبري بن حسن في السياسية البيض الحمروي يظل يوضحوا على حكاية صبري بن حسن لحقيقة أنا تفيلته بشيكون هو ميميش الحراس بالمنتخب ما ما زال الوقت عنده سنهم عطى الفرصة بشي يظهر لي هو لإمكانياته كبيرة ممكن سنهم نرجع لك على المباراة زيد النادي رياضي سبيغسي اليوم أكد لكون المدرب ظهرت لي عنده البصمة في الفريق اليوم أتحب ولا تأكد النادي سبيغسي ولا يخرق في برشة فرص هذي دول لكونوا خدمة مدرب رينا النادي سبيغسي قبل كما ما كانش يفرج كورة كان أكثرية بشير عب على جنيب اليوم رينا وستيراء يخدم في الكورة بش تخرج مليني من الدفونس بش تطع القدير تخرج انذيف وتتعدى على وستيراء لي وسط الكورة صحيح النادي رياضي سبيغسي ما فاماش المهاجم لكي ما عودنا بيه قبل معتم استهاس النادي رياضي سبيغسي كي ما قولوا والنادي مهاجمين سواء في اللي ترانجية ولا أبنائها ميت بقى لكونوا أنا المدربة ذي الحقيقة أبهرني من المباراة مباراة قاعدة تحسن فريق صحيح ما زال ما عندهمش نسقط مباراة كبيرة في سقيام ميت بقى قاعدة ماشية في السكة صحيحة واليوم نحكيه سريداء صحيح ما فاماش مهاجمين ما اليوم الحاجة اللي ريتها في السياسيس نكونوا كل ماتشي مركيلي كمليا بيسلين معتا ذي الحاجة الدول اللي كونوا الفريق قاعد يخدم في كورة باية نشوف كريستو ماركن رينا ساكوحي رينا برشا ملعبية مركات الحباسي هذو ما معناتا يدول اللي كونوا فريق يرعب معتا كوليكتيف واذا إن شاء الله رأوا ميت بقى جوست على بنجردين قاموا بمباراة كبيرة الحقيقة في سبيقص رينا ممكن مرالمون ماتش نادي الافريقي خير سيطر وبالريزير مقدمت مباراة كبيرة حتى لسبعين دقيقة نعرف ملعبية جدود وكنت تحكيت مع المدرب فخري يقول لك اليوم الفريق كنت مشيت ماتش دي بلاس موني قص أربعة والخمسة ملعبية اللي هما كيما نقولوا اللي معمل عليهم ما لعبوش كيما حبيب يكن الحاجة الحاجة معتا بالمحمد نتبقى إن شاء الله حظ أوفر الانتحاد الرياضي بينجردين وحظ أوفر ندي الرياضي سبيقصي أنا حاجة بركز شوف نفس الكلام بتاع الوخيين شوف اللي كيف اللي تصنع الفورس واللي تخلق لك ما تخافش عليها صحيح ما تخافش عليها راه النجاعة مش تجي والفور مش معناتها متاع الجواري تخطر عنا احنا مزلنا في دبيتسيزان دبيتسيزان راه الناس كلها مزلت كيما نقوله تكاربير لذلك لازم شوية سابري بن حسن خلاص لك على نقطة أخرى مثلا هايثم العيوني شوفني البرع قائد فريق في بلاست سابري بن حسن هايثم العيوني لمزاكي جال فريق معتا في المركات وليفات هايثم العيوني عندو خبرة كبيرة هايثم العيوني لعب كابيتانا بالخبرة معناها كابيتانا سابري بن حسن كان كابيتان فريق شوف راهو الموينداج الموينداج في النادي الرياضي السبيقصي راهو مايفوتش 22 سناء ذلك يعني انت يشوف من الي جاه هايثم براتيك ما معاش تقبل ذي فنيا لكن نحكي عالكابيتانا كابيتانا ذيكا عاشوف راهو المواصفات متاع الكابيتان راهو مش كيما احنا معناتها كيما من بره تشوف راهو يجيك الانترنور إذا ميكونش عندك يكون ليدير ويكون محبوب في الإكيب ويكون معناتها يعرف يتواصل مع المسهولين واللاعبين لذلك هذه كلها مواصفات المتاع الكابيتانا تحب تقول لي انتي حكايات اخرين انا بالنسبة لي انا اي فام حكايات اخرين بالنسبة لي انا فان صابري بن حسن ظاهر مشاكل معناه بينه بين الهيئة تكلم على فلوسه تم معاقبته يتمسك كارديانا حتى كيتنحل الكابيتانا معناه بالنسبة لي انا ما يتمسش لانه معناتها نتصور اللي هما حكين معاه نتصور اللي هما معناتها اشكالية دي ما تصير في الجامعيات الكل لكن ما منصوروش وانه مش يتمس معناتها منطالمون لانه وبرق ورق في عديد المرات انه حتى كيقعد عالبانك ويرجع يلعب في نفس النبو وفي نفس ال معناتها الكونسطن في المردود متاعه حسب راي ما تأثرش برشا معناه انت مزادك جيت معتها ملاعبي معتها معتها برشا كملت يجيك ملاعبي انت تكون كابيتان يجيك ملاعبي مزادك يجاي اخو عليك الكابيتانا في رايك لقى ما يتمسش انت شنو ورايك يتمس ولا امروه اذي عاشت هنا في النادر ياضي بنزرتي اسلام وكان يسمع فينا حمدي القسراوي نوجه له تحية حمدي القسراوي وقتها اسم كبير لقيقة معناتها شكون معناتها محترمش حمدي القسراوي هو كان كبيرنا في البستير نادر بنزرتي وقتها كم اقول وحتى اعطار كابيتانا البيليل السعيدين والي هو ما زل في بداياته طفل صغير لاني اللوجيك معاش تغزل وله جماعي نمشي وكما نقوله بالاحترام وحتى نحنا كبير من العباية مرضينا هيش في حمدي فمت ميتبقى حمدي مزاكي جيت وقتها حمدي وقتها في السيابات مزاكي جيت معناها جيت للسيابات كابيتانا تعطيه هالولي هو وتوماتيك مو احنا كجوريت ويعرف طرق للطرق وكبير حمدي معناتها ونقدروا كل شيء هو اللوجيك نعرفه هي الاكثرية الكابيتانا تمشي الاكثرية أولاد جمعية حتى انا قاعدت متسائل اليوم أولاد جمعية لك مروير أولاد جمعية لازم يكون لاعب 4 أو 5 سنين وعاطي للجمعية هي صبر لاعب وعاطي عم لاعب وعاطي عم انت تحب تجري ما بين دحمن وما بين سيس دحمن يشتحكي دحمن كابيتانا تعطيها هيثم العيوني قلت لك لا انا اتحكي على صبري وخطر هي كانت لا لا البيرح هيثم العيوني واخو كابيتانا مش صبري بنحسن مش صبري بنحسن ماذا تشتحكي دحمن كان دحمن نجم ونفهم ماذا تسألوا فيها حتى ممكن انا هايثم قيمة ثابتة حسب ريانا هاوا حتى ملكة لا حتى فنية حتى في الكومينيكاسيون وراوا قائد متاع فريق وما تنسيش توانتي صبري كانت عنده شوية إشكاليات معناتها حلها نجم تكون نوع من العقاب نجم تكون نوع من العقاب معناتها العقاب خاطر صارت إشكاليات بسيتهم ممكن مالي على القصراوي قصراوي وقتها كيف كيف وقتها تغشش فيها شوية ما تقبلها يقول لك خلي عمل اللي يحبه ووحنا نمشي نكلمنا بليل بالمعقول كان حبه نقعده كجروب خاطر راي يسمعني راي تعمل مشاكل برش الكابيتانا خنقوه 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 بصراحة وصفار الكابيتانا مش كومش يمدوها معناتها تنجم تمدها الوحد كيف مقوله يخدم على الهيئة السفار شو الكلمات شو يعاود ما تتعطلش اللي يجي زيد الكابيتانا راي معناتها لازم تكون راجل بيقتن معنا الكلمة اليوم انت الكابيتانا بيش تحامي عن الملعبية متاعك بيش تيقف انت وقت الغسرة بيش تشوف الفلوس حكاية الجوارات معناتها اذا انا رأى كما اقول هو صبري اتناحط لو خاتت تحكي على الفلوس متاع صحابه ممكن ممكن اليوم مش ممكن اذا يسوي المؤكد ولا سيكو يسوي انا نضمن لك معناتها الحقيقة انا اقول فترة بيش تتعدى بش يرجع صبري بن حسين بش يرجع هو الكابيتانا نمر واحد تحكيميا المختلف نحن نزوز لقطات في المقابلة هذه فما مطالبة ضرب الجزيرة لندي سفيق سي برمير ميتون الاكسيون في بلاسة ميت الحقيقة نحن نتقاطع بيدنا مهاجم ومدافع كل عادة نحن نتحدث كاميرا وراتنا تحكي في 25 مرينيش كاميرا قربت حتى في الي عادة مرينيش مرينيش وريد تصوير جديد في ملعب الطيب المهيري من عش هي بيدها الكاميرا البوزيسيون موجودة كما العادة والا طلعت أكثر للفوق مرينيش وريد تبعاد شوية حتى على مستوى التطوير كي عودوها مرينيش مرينيش حتى خطأ انا حس مريد في الواحد ولا وجودة لضرب الجزيرة وبعد يوم المتالبة بضرب الجزيرة أخرى في الشوط الثاني 46 فما مهاجم النادي سفيقسي يتوقل داخل مناطق الجزاء احتكاك عادي بعد ما تم الاحتكاك العادي سقط المهاجم وحب يسقط هو وكان قرار الحاكم بانظار المهاجم ومنح الفريق بنقردين مخالفة غير مباشرة قرار صحيح ولا وجودة لضرب الجزيرة مخالفة غير مباشرة وكانت تحكمية وكانت المقابلة تحكمية ناجحة واضح بي خلال نخرج كلام نعندك على بنقردين قبل ما نختمه قوصة المقابلة هذه سريفا نادي اسفاقسي بلا ما يحبوا اسفاقس في اسفاقس ما يحبوش يقول لهم اسفاقس يحبوا النادي اسفاقس ما تقول ليش علاش خطرني انا بدي من عرش لكن يحبوش يقول لهم النادي اسفاقس مرا اخوين ادي اسفاقسي مرا اخوين ادي اسفاقسي مرا بي رضيهم معنينا مرا بكمة اسفاقس انا عرف اسفاقس اسفاقس فيها برشة جماعيات سريدة يمكن على هذا يوم يقول وكانت خطر تزيد تعطيه مقدارة مرا بي رضي اسفاقسي اسفاقس نعطيك سكوب مرا نسفاقسي هذي مفاجئة مرا لغرا قتلي من البيشة قتلي من القروة يزي من الله مفاهمتكش كل مرة وشمعيتي الكلوب ولعبت في الرياق قد في قروة ولد اصلي اصلي اما من البعيد بزرت مروانة تقول له واجز كل جمعة في جويلة ماذا فعلو شعرشل وليوي في اسفاقس طي يفرعو بيك ويكربوك المصيبة طي الفرد كمل سنيدا سنيدا في ال off محلية والله محليه علخ او البريا ميش باحدة انا خرجينش مازل نص سعة اصبر نص سعة خلا بركن ببنقردين انا شو نقول كما كانت في مستير خمسة سنين وستة سنين وسبعة سنين تلعب عن منتها تلعب عن البطولات نتمنى بمستير والنمبلباجي والمتلوي نتمنى بمستير الانتحاد المنسلي لما كانت في المسؤولة في منجردان فهذا مشهول في المنتج نوعي كانت في المنشن وانا نقلط شعال أقل لأنهم نحبت في المشاركة الأفريقية لأن الانتاج لم يكن في منجردان ديما تعتمد على الإلكروسما كل عام تتكلم هنا الاستقرار مفقود أولاً. ثانياً إذا الهدف بانجردان لومنتيان أنا منتوا نقولها لك وأنا إن شاء الله نعيشه حتى الآخر سيزان بانجردان رائع ألف هاتر مانتونيون في ديفزو ناسيونال على الشهيري قد مو فيه. صحيح البارح قد مو ماشك. مات باي. صحيح. لكن علش بنوليش نحاول باش نزيد نتطور. أنا نخذر لحد المركز السابعة والثامنة. علش بنوليش عن مركز الخامس عن مركز السادس ونمشي القدام ونخدم للمستقبل. هذه هي مشكلة. بعض النوادي ممكن الإمكانيات نعطيهم الحق. لكن ما فماش تكوين البعز البعز متاعك عائلتك. الناس هدو ما يلزومهم يخدموا على مستقبل الجمعية بالتكوين النعبية. إلا متابش نحاول تشري. يشوف عندها سنين نشحت فيها هي. البنجردين عندها سنين في الرابطة المحترفة الأولى. ميليجا نحكيك. أنا كنت تطرق. حابيت نقول وانا. إلا متابش نقعد أنا نعيش في المنتيا منتيا منتيا منتيا. وليس كتابي. بinkردين حابيت نحاول لك. مهبش خطيكه أنك كنت مخرب. كنت مخربًا. الفريق هذه الحقيقة. بعد خروج وديع الجريد. وديع الجريد. اليوم قاعدين يوليوه في العصاف العجلة في بينجردين. أنا يقول ذلك. حابست. يجي كلمك يجي كلمك اليوم أيمن الشندول قاعد يعمل في إفور بي والمدرب زادة كيف كيف فخر الدين قلبي وكلما يحطوا مليع بإسلام بشي يجيبوه يلويو لهم فلاصفة العجلة لا لا يجيبو بصحيح فما بقلعم هذين كل قاعد يخدم فيه أيمن الشندول لكلمة برافو الأيمن الشندول خطر اليوم في بنقردانيا إسلام أنا كنت غادي وعديت ثلاث أيام قاعدين يحبوا يعملوا المستحيل يحب يطيحوا بنقردان شكولهم؟ حتى مسؤولين يقدموا منتاع بنقردانيا تحكي علي سميتهم ودي عدوية في الحبس أخوه مثلا مثلا أخوه ما عادش فعل فكرة التونسية كيف يحب يطيحوا فما عبادة كانت تخدموا عمناول في الهيئة اللي تبعينه هما اليوم بشوذر هما بالكيشف كانوا هذين بنقردان اليوم قاعدين يلويوا في العصال بنقردان يعني نقولنا كانوا من المقربين زاد قاعد ايمن الشاندول برافو قاعد يقوم مسؤولية كبيرة فما ملعبية حاب يجيبهم كما نقولوا في نيفو مخير معناتهم من احترامات الملعبية ذهما ورفضوا خطرشكون قاعد كما نقولوا يكلم فيهم مش متمشيش ببنقردان ميمنع زادة كيف كيف انا حب نقول زادة كلمة خير في المدرب فخر دين قلبي اليوم راوما هنشروبير النادي الافريقي والنادي رادي سليقسي رينان ماتشلونين يقام مباراة كبيرة بالرغم كما نقولوا خسرت بالريزيرف ما تتحسبش على المدرب ملعبية اليوم مشت بار كونت انا منقردان راي ما عملتش استاج عملت استاج روتار على الملعبية الاخرين ما عنديش برشاريتم في ساقها ميمنعش اليوم حالحسب الكلتين الموجودة الملعبية الموجودة في منقردان ممكن منقردان بيش تكون في المانتيا وان شاء الله ربي معهم كم معك على بنقردان نعقب على حاجتين بنقردان عندها فريق ممتاز متاع مانتيام فريق خاعد يوري معناتها في وجه طيب نرجع مع سيريذا الى متاه هم معناتها مش يخد كل عام تجيب في 18 ولا 20 جوار ابلجي عليك لازمك التكوين لازمك انك انتي تعمل على الصغار هذا هو اللي يحكي فيه سيريذا هذا هو اللي يحكي فيه السيد حتى منا نتاول كل واحد وراي كل واحد وراي واذي كعادي حادي هنطلع صاف العجل انا انا منعرف ايه جغل فمع بيت قاعدة تسعى بش طيح بنقردان السناء عندها مبوني كيب نتصور المانتيا معناتها تنجم وليوم قاعد يعمل في فور المدرب يشوفوا فما ملعبية 2005-2006 يلاعب فيهم في اللاكس او المباراة ترى ناقصة برشة ملعبية بنقردان وقام قام قامتها معتها فما فما نقطة اخرى بنقردان عمليو الظلمة برشة في التحكيم صحيح فما مباراة ومشينا ازماني ومشينا في التجيه كونه حتى المشرف العام يحب زعم ينتقم وكاذا الحقيقة معناه لهنه حتى كتصير غلطة مكتر في الجمعيات تصير عليهم غلطة يتبعوا فيه ويعملوا فيه والعداوة اللي كانت موجودة بين المشرف العام ووديع الجاري الحقيقة طوى بنقردان باش كما حكيتم انتوما فنية باش تلقى المانتيام تاحها راو 80% لازم تكون معاملة مثالية من الحكام المشروع الموزيكا بعد نكمل الجزء الأخير من الحصر اليوم نتحدث عن المقابلات امتاع اليوم؟